قسمان جديدان يضافان للمركز الصحي العرق في مدينة جالو بمنطقة الوحاق قسم للنساء وثاني للمختبرات والتحاليل والتطعيمات قسم النساء يحتوي من الداخل على دكتورة النساء وهي متابعة الحمل ويحتوي على قسم منتاع الإيواء المؤقت اللي هو للتغذية والبخار والأكسجين إذا تم في حالات الدكتورة تحولا من الإيواء لنا في ساعات المريضة تكون في حالة ضعف في حالة نيتب بلا تغذية افتتاح القسمين جاء بعد الانتهاء من تمام الإنشاء والتجهيز بكافة المعدات اللازمة في إطار رفع معاناة المواطن داخل جالو المناطق المجاورة لها وطبعا فتحنا اليوم وفتحنا قسم المختبرات وقسم التطعيمات قسم المختبرات متكامل وجاهز من كل شيء وقعد بادي مباشرة العمل وقسم التطعيمات هتها هو بادي مباشرة عمل وتمنا فيها الحملة بإذن الله حملة كمناها في الفترة الوجيزة التي هي سبع أيام الماضية هذه التطويرات المهمة تجيء ضمن مساعي إدارة الخدمات الصحية جالو في تطوير المركز على أن توفر غرفة خاصة بالولادة العام المقبل كما تعاقدت إدارة الخدمات على إنشاء عدة مراكز صحية في الأحياء البعيدة عن مركز المدينة لتقديم الخدمات الأولية للمواطنين ترجمة نانسي قنقر